أحمد بن خضروي قيل له أي الأعمال أفضل؟ قال رعاية السر عن الالتفات إلى شيء غير الله عز وجل أفضل الأعمال أن ترعى سرك أن يلتفت إلى غير الله لأنه مرات نحن مثلا أنت تكون قاعد معنا وإنت طالع الأولي على الجامعة مو بس الأولي على الجامعة وكمان طالع معك برائة اختراع ومو بس برائة اختراع كمان رحت سجلتها بمجلات عالمية وما حدا غيرك ساوى هالشغلة فهلا أنت بزحمة هيك ممكن نفسك تكبر ونحن منقلك لما بتفوت ماشاء الله إجا فلان شوفوا هذا فلان ما في منه وأنا بوقف ساوي الكلمة مشان أمدحك أنت سرك وين قوعك يلتفت عن الله تعالى قوعك يكون سرك ملتفت للاختراع اللي أنت ساويته هذا مو أنت ساويته الله أعانك ففعلت قوعك سرك يلتفت للشهادة اللي أخدتها قوعك سرك يلتفت للكلام اللي أنا عم بقوله أنا حاب أمدحها بس قوعك سرك يلتفت لإلي ماشي الحال بيظاهر عم تسمعني يسمعني بس سرك مع ربك سرك عم بقول يا رب أنا عبد لإلك أنت الذي أعطيتني من أنا لو لا أنت من أنا لو لا أعطيتني هالذاكرة أعطيتني السماء أعطيتني البصر يا رب أنا كنت مجهولا فعرفت بي الناس كنت ضعيفا فقويتني كنت فقيرا فأغنيتني كنت جاهلا فعلمتني شايف سرك مع ربك لأن الناس عم بتسفلك وتمدحك وتنفخك بس أنت يسرك مع ربك بالعكس مرات الناس تشتمك وتسبك وتهزأ بك أنت سرك مع ربك إن لم يكن بك سخط علي فلا أبالي اللهم إليك أشكو ضعف قوتي مهيك آل النبي صلى الله عليه وسلم لما شتموه وسبوه وآذوه إليك أشكو ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس شايف سره مع ربهم أحمد بن خضروي قيل له أي الأعمال أفضل قال رعاية السر عن الالتفات إلى شيء غير الله عز وجل ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر